في ظل استمرار ندواتها المختلفة بالمحافظات عقدت تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين ندوة حوارية حول قضية الدين العام تأتي الندوة التي نظمتها التنسقية تمهيدا لجلسات الحوار الوطني بهدف طرح الأفقار لمواجهة تأثير الأزمات العالمية وانعكساتها على مصر عقدت تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين ندوة وجلسة حوارية حول قضية الدين العام تحت عنوان ضرورات ومخاوف والتي تأتي تمهيدا لجلسات الحوار الوطني التي تسعى لطرح الأفكار لمواجهة تأثير الأزمات الاقتصادية العالمية ونعكاساتها على مصر جميع من حضروا كان لهم بعض الأطرحات والرؤى حول التعامل مع قضية الدين العام وخرجنا بعدد من التوصيات الجيدة للغاية لهذه القضية وطبعا يمكن إنكار جهود الدولة في مجال التنمية الاقتصادية بواجهة عام خاصة موضوع أو مشروع الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية المصرية أيضا جاءت الأطرحات والرؤى في تعزيز المضي قدما في هذه الإصلاحات لأنها هامل غاية خاصة على قطاعات الصناعة والزراعة وتكنولوجيا مع المتواصلات لأنها جالبة للاستثمارات أكيد الزمل في الحوار تبننا فكرة التوسيع الدريب القادة الدافع الدرايب ودافعين الدرايب عدد أولير فهنزاي نزود القادة دي فكرة كمان جذب الاستثمار وعمل أليات إن احنا نجذب الاستثمار أكتر فكرة كمان التصنيع ثم التصنيع لأن دي من الحاجات القوية جدا اللي تخلي الدين العام بتاعك فعلا يقل ويبقى معدلته أكتر بدأت الندوة بعرض أهداف الحكومة للتعامل مع أزمة الدين العام ومدى وصوله للحدود الآمنة ومن ضمنها تخفيض نسبة الدين العام لأقل من 80% قبل عام 2027 وأتحت الندوة الفرصة لبعض الباحثين في المجال الاقتصادي والخبراء وطلاب الجامعات المهتمين بملف الدين العام لعرض أفكارهم وآرائهم وحلول مقترحة مثل جذب الاستثمار ووضع نظم مستقلة لإدارة الدين العام وتخفيض الإنفاق وتعديلات تشريعية متنوعة اليوم كان الحديث في ورشة العمل عن الدين العام باعتبارها أحد اللجان في المحور الاقتصادي الخاص بالحوار الوطني طبعا قدمت مجموعة من المقترحات خاصة بترشيد الإنفاق الحكومي ضبط الأداء العام للموازنة العامة للدولة أيضا خلق موارد جديدة من شأنها تخفيف العبء على الاحتياج إلى الاقتراض الخارجي أهم الأفكار اللي كنت أحب أن أتكلم عليها النهاردة أن احنا أكيد نهتم بالمشروعات الصغيرة اللي بتحصل للوقتي في الفترة دي في مشروعات صغيرة كتير جدا الشباب بتقوم بيها الشباب عندهم مواهب فعلا أن هما يقدموها للدولة هتساعد جدا في الدخل بتاع الدولة أن هي تزود الدخل وتحسن من مستوى معيشة الشباب تلوقتي وكده محتاجين أن نحط محددات وضوابط محددة تخدم الطريق للجمهور الجديدة اللي جاي إن شاء الله كان مجلس أمناء الحوار الوطني قد شكل لجنة للدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي ضمن المحور الاقتصادي وهو الذي تعمل على مناقشته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال ندواتها المختلفة بالقاهرة والمحافظات الأخرى